على كل حال المزيد ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام عوض أرحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من أحداث اليوم وتفاصيل فعليات اليوم الختامي للمنتدى تفضل نعم ننسي ربما عشر دقائق من الآن والساء يختتم فعليات هذا المنتدى العالمي الذي تصدفه العاصمة الإدارية وكما أسلفته حضور رئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المنتدى أعطاه قيمة كبيرة للغاية حسب توصيف عدد كبير من العلماء المصريين والعرب والذين جاءوا من عدد كبير من الجماعات الدولية واليوم كانت هناك ندوات متعددة ربما آخر ندوة حضرتها وزيرة التعاون الدولي كانت حول الشركات التي أقامتها مصر مع عدد من الجماعات العالمية لتوطين التعليم هنا في مصر ونتحدث هنا عن التعليم الجيد الندوة التي سبقتها كانت تتحدث عن 20-50 يعني مصر لديها استراتيجية خاصة بـ 20-30 تابعة للأمم المتحدة اليوم كانت هناك ندوة حول التعليم في 20-50 والمتحدثون كان يتحدثون عن تغييرات جزرية كبيرة ستحدث في العملية التعليمية وبالتالي من المهم هنا اعتماد مثل هذه المسودات أو مثل هذه التعريف الجديدة إنجاز التعبير وكيف نخرج جيلا يتعامل مع المتغيرات القادمة والقادمة بقوة إذا كنا نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتطور الكبير الذي يحدث على مدار الساعة في مجالات عدة ربما أهمها مجالات الاتصالات الندوة السليسة وهي أيضا مهمة خاصة بالتدريب المهني والمهارات وفي ذلك مصر قطعت شوطا كبيرا عظيما في هذا الاتجاه مع توطين تعليم جديد خاص بجماعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية التي تلحق مباشرة خريجيها بالعمل بالمشاريع القومية وبالمشاريع الجديدة وبالمدن الصناعية ولم يعد خريج التعليم الفني نانسي عبئا على نفسي ولا على أسرتي وهو ما يجسد عملية ما أنجزته مصر عبر السبع سنوات الماضية حينما راهنت على جودة التعليم وهذه الكلمة أكدها الرئيس في افتتاح هذا المنتدى في اليوم الأول جودة التعليم ثم جودة التعليم واحد في المئة من موازنة الدولة سنويا يذهب إلى التعليم سواء الجامعي وما دون ذلك تجربة مصر كانت مهمة للغاية لكن تجسدت بشكل عملي وفعلي بشكل رائع جدا وربما هي الصورة الأجمل حتى هذه اللحظة من خلال لقاء مفتوح حضره مئات بل ألاف نتحدث عن أركام كبيرة من كل الطلاب الذين جئ بهم من كل الجامعات المصرية لعرض مشاريعهم الابتكارية بل وشاركهم في ذلك عدد كبير من الشباب الذين تخرجوا من الجامعات المصرية وذهبوا مباشرة للعمل سواء سوق العمل في مصر أو خارج مصر وأصبحوا يعني حققوا ملايين الدولارات في وقت قياسي للغاية من خلال مشاريعهم الخاصة بريادة الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال رهنت عليها الدولة المصرية ونجحت فيها بشكل كبير للغاية فهذا البرنامج بات ينتشر في كل الجامعات المصرية ومتواجد في كل الجامعات المصرية وحتى مدون الجماعات المصرية عدد كبير من طلاب المدارس توجدوا هنا ولديهم مشاريع خاصة بالابتكار العلمي عرضوها علاقة الجماعة بالمجتمع كان محورا مهم من النقاش عبر الأيام الماضية أخلاقيات الثورة الصناعية الرابعة والخميسة كانت أيضا محور مهم للغاية التعليم للجميع وكيف يكون ذلك بشكل سلس ومن لديه الموهبة أو التجربة أو الابتكار نستطيع كيف نسهل له هذه المهمة عناصر كبيرة من المحاور التي كانت تتم عبر الأيام الثلاث سيتم ختامها ربما بعد أقل من عشر دقائق كما أسلفنا سيكون هناك بيان سيعلن بعد قليل عما تضمنه من خلال هذه المناقشات الكبيرة للغاية عبر هذه الأيام بحضور عدد كبير وممثلي كبير من كل الجماعات في العالم الصورة الأهم وبها أختم معك يا نانسي ونحن نتحدث عن المستقبل لا يغيب عننا أن هذا المؤتمر يتم في مدينة المستقبل هي أجمل لؤلؤة على تاك كل عواصم العالم العاصمة الإدارية وهي العاصمة الأحدث بكل الوسائل التكنولوجية التي توصل إليها العقل البشري موجودة هنا على العاصمة الإدارية فربما رمزية حضور هذا المنتدى العالمي للبحث العلمي والتعليم العالي على أرض العاصمة هي رسالة مهمة للغاية ربما وصلت بشكل مباشر من خلال كل ضيوف مصر الذين حضروا من كل جماعات العالم وصفقوا لما وصل إليه مصر من مشاريع قومية حينما قاموا بعد الزيارات للعاصمة الإدارية وغيرها على كل حال دقائق وسيبدأ المؤتمر الصحفي الذي يلقص ما توصل إليه البحثون خلال هذه الأيام الثلاثونة في العاصمة الإدارية الحقيقة عوض أنا بشكرك تحديدا على الوصف الأخير ورمزية الربط بين مكان إقامة هذا المؤتمر والعاصمة الإدارية الجزيدة مدينة المستقبل شكرا جزيلا لك عوض الغنام مرسل إكسترانيوز كنت معنا إذن من ختام فعليات المنتدى شكرا لك